أهلا بكم خلال الأيام اللي فاتوا البنك المركزي سبت أسعار الفائدة فأول اجتماع ليه في 2021 والقرار ده فتح الباب للبنوك لإبقاء الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد زي ما هي بدون تغيير وقرارت عدة بنوك تثبيت الفائدة للشهادة ذات الأجل الثلاث سنوات بين غير تغيير واللي يتصرف عائدها شهريا والشهادات دي هي بتحظى بإجمال كبير من العملة باعتبرها أكبر وعائد دخيري في البنوك وفي 6 ابنوك في مصر وهما الأهلي ومصر والزراعي والمصرف المتحد والعقاري والمشرق والمصري لتنمية الصادرات بيقدموا عائد شهريا على الشهادات بنسبة 11% سنويا ولكن بيقدم بنك القاهرة عائد نصف سنوي بفائدة 11.5% سنويا وكمان بنك الإسكان والتعمير بيقدم عائد سنويا 12% بيصرف سنويا وفي حلقتنا النهاردة هنستعرض خريطة الفائدة على الشهادات الادخار مرتفعة العائد في أهم 24 بنك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة تابعونا البنك الأهلي المصري بيطرح الشهادة البلاتينية 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويا وبيقصها من عائد اليسرف كل شهر تاني بنك هو بنك مصري بيبيع شهادة القمة بسعر فائدة 11% سنويا لدورية العائد شهري وتالت بنك معنا هو بنك الزراعي المصري بيقدم شهادة الحصاد بسعر فائدة 11% سنويا بعائد شهري رابع بنك معنا هو بنك القهيرة بتتراوح نسبة الفائدة بين 10.75% سنويا على دورية العائد الشهري و11% سنويا على دورية العائد الربع سنويا و11.5% سنويا على دورية العائد النصف سنويا خامس بنك معنا هو البنك العرب الإفريقي الدوي بتتراوح الفائدة بين 10.5% سنويا لدورية العائد الشهري و10.75% سنويا على دورية العائد الربع سنويا و10.8% سنويا على دورية العائد النصف سنويا و11% سنويا على دورية العائد السنويا بنك التعمير والإسكان وهو سادس بنك معنا بيقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوية تروح بين 10 و 75% لدورية عائد شهري و 11% لدورية العائد الربع سنوية و 11 ونص لدورية العائد النصف سنوية و 12% لدورية العائد السنوية سابع بنك معنا هو المصرف المتحد بيبيع شهادة بسعر فائدة تتروح بين 11% لعائد الشهري و 11 وربع للعائد الربع سنوية 8 بنك معنا هو البنك العقاري بيطرح شهادة بنسبة فائدة تتروح من 11.5 سنويا للعائد الشهري 11.4 للعائد الرابع سنويا 9 بنك معنا هو بنك المشرك مصر تتروح نسبة الفائدة فيه من 11% والعائد بيتصرف شهريا 10 بنك معنا هو البنك الاستثماري العربي بيطرح شهادة تبلغ نسبة الفائدة 10.5% للعائد الشهري 10.6 سنويا للعائد الرابع سنويا والبنك 11 معنا هو البنك المصري تنمية استدرات نسبة الفائدة 11% لدورية صرف العائد شهري و 11.4% لدورية صرف العائد الربع السنوي والبنك الاثناشر معنا هو إيش جي بنك نسبة الفائدة فيه بتتراوح بين 10.5% سنويا على العائد الشهري و 10.75% على العائد النصف سنوي والبنك التلاتاشر هو بنك سيب نسبة الفائدة فيه بتتراوح بين 10% سنويا وبيصرف شهريا و 10.4% للصرف الربع سنوي والبنك الاربعتاشر هو بنك العربي بيطرح نوعين من الشهادات شهادة 3 سنوات بنسبة فائدة 10% سنويا وبيصرف العائد يوميا أما شهادة 3 سنوات متدرجة العائد نسبة الفائدة بتتروح بين 10 و 4% سنويا في أول سنة وبعدين بيصرف عائد 10% في السنة الثانية وتسعة و 75% في السنة الثالثة والبنك الخمستاشر هو بنك التجاري وفا بيقدم الشهادة السلاسية لتتروح العائد السنوي بين 10 و 6 من 10% يصرف شهريا و 10 و 75% يصرف كل 3 شهور و 11% بيصرف في نهاية المدة والبنك الستاشر معنا هو بنك HSBC بنسبة الفائدة في 10 في 100 سنويا وبيصرف العائد شهريا والبنك السبعتاشر معنا هو بنك الكويت الوطني بتتروح نسبة الفائدة في 10 في 100 سنويا وبيصرف العائد شهريا و 10 في 100 سنويا وبيصرف العائد ربع سنويا 18 بنك بلوم نسبة الفائدة 11 في 100 سنويا وبيصرف العائد شهريا و 19 بنك الأسكندرية بيتروح نسبة الفائدة بين 10 في 100 سنويا والعائد بيصرف شهريا و 10 و 4% وبيصرف ربع سنويا 20 بنك كريدي أكريكول بيقدم شهادة بأجل 3 سنوات وبيتراوح العائد بين 9.5% وبيصرف شهريا بشارط إن ما يقل الشراء الشهادة عن 500 ألف جنيه وبيمنح على الشهادات الأقل من 500 ألف جنيه عائد سنويا يتراوح بين 9% لدورية العائد الشهري وتسع ورب للربع سنويا وتسع ونص للنصف سنويا البنك الواحد وعشرين هو بنك قناة السويس شهادة الأجل 3 سنوات بيتراوح العائد السنوي بين 9% وبيصرف شهريا وتسع وعشر من 100% وبيصرف كل 3 شهور وتسع وخمسة وعشر من 100% وبيصرف كل 6 شهور وتسع ونص وبيصرف سنويا والبنك الاثنين وعشرين هو بنك أبو زابي الوطني وتتراوح الفائدة بين 8% سنويا وبيصرف شهريا وتمانية وربع ويصرف ربع سنويا وتمانية وخمسة وسبعين في المية وبيصرف كل سنة تلاتة وعشرين بنك الإمارات دبي الوطني نسبة الفائدة تتراوح بين 8.5 سنويا وبيصرف العائد الشهري والبنك اللي 24 وهو آخر بنك معنا بنك CIB نسبة الفائدة 9.5 سنويا للعائد الشهري وتسعة وخمسة وسبعين من مية في المية سنويا للعائد روح سنوي وعشة في المية للعائد النصف سنوي